إذن للحديث عن رد المحكمة الاتحادية في العراق الطعن لإبطال مخرجات الجلسة الأولى للبرلمان ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحثة السياسية الدكتور حامد الصراف دكتور حامد مرحبا بكم يعني كما جاء في التقرير المحكمة الاتحادية في العراق تقر بدستورية جلسة البرلمان وأيضا تقوم بإلغاء قرار تعليق عمل هيئة الرئاسة ولكن السؤال المطروح هنا والذي حقيقة يشغل الشارع العراقي كيف يمكن فهم تداعيات ذلك سياسيا في ظل الصراع المستمر بين الميليشيات على المناصب الحكومية في البداية شكرا جزيلا على استضافة الحياتي لكم والجمهوركم الكريم الحقيقة هناك تعقيدات وتداعيات وأيضا رهاصات للمشهد الآن حتى قبل صدور رد الطعن قبل المحكمة الاتحادية كان هناك توقعات واحتمالات كثيرة أهمها هي تصاعد وكيرة الصراع بين الكتل المتنافسة خصوصا التيار الصدري ودولة القانون أو الإطار التنسيقي بشكل عام هذه الحقيقة الصراع سوف يأخذ أشكال مختلفة توقعناها وأنا أيضا على شاشتكم الكريمة ذكرت هذا الكلام منذ أشهر أنه العملية لن تتوقف حد المحكمة الاتحادية وقراراتها تصل إلى أي مدى دكتور حامد تصل إلى أي مدى أولا السير العملية سوف يتعلق بوجود دولة عميقة هناك مخالب لهذه الكتل غارسة في تفاصيل وأعماق الدوائر ما يسمى الدولة العراقية يعني هناك عبث سوف يحدث بالمؤسسات المدنية على الأقل في البداية تخريب واضح يظهر الآن في قضايا الكهرباء والماء والخدمات والأسعار ومحاربة فعلا حتى لقمة عيش المواطنين لذلك الشارع سوف يكون أول الضحايا لهذا الصراع الثاني سوف أيضا تبدأ تجيش الجيوش أو ما يسمى الميليشيات ومن خلفهم إيران لأن إيران الآن تعد هي الخاسرة الأكبر في العملية بمجملها خصوصا أنه مفاوضات في أن يبدو تحقق بعض الإحراج وبعض التضييق على الخناق على إيران من ناحية اقتصادية مثل ما نعرف الحصار الخانق من ناحية دبنواسية وسياسية حتى من ناحية العسكرية الآن الأساطيل والمناورات أمريكا والناتو وإسرائيل وغيرها طبعا وأيضا مرتبط بتصعيد أو تزايد وثيرة التوتر العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وطبعا من ناحية اقتصادية بين الصين والأمريكان الحقيقة هناك عوامل كثيرة أقليمية ودولية سوف تصعد وثيرة الصراع بين لأن إيران إذا خسرت العراق معناها أنه خسرت النظام الملالي سوف يكون قاب قويسين أو أدنى من الصقوط هذه الحقيقة بالنسبة لهم يعني النقاط التي يفترض أن يفكرون بها لأنه يعتبرون الأمن الساحة العراقية هي الحقيقة جزء من الأمن القومي الإيراني يعني ساحة خلفية للصراع إذا سقطت من أيديهم هذا هو الحقيقة دكتور البخاطر الكبرى تفضلتم وقلتم بأن ربما سيكون هناك عبث بين الميليشيات لكن كيف سيؤثر هذا العبث على المواطن العراقي الذي لا ناقتله ولا جمل في هذا الصراع بين الميليشيات الصراع أولا أخذ طابة التفجير تفجيرات بعض المقارات الأحزاب وحتى المنازل لبعض أعضاء الكتلة التي ائتلفت مع التيار الصدري يعني كان حزب الديموقراطي الكردستاني وتقدم وعزم وغيرها طبعا هذه يعني إذا كانت سنية وشيعية أو كردية إذا اتصدت للمشروع الإيراني الولائي مثل ما نشوف الآن إذا طبعا هذه العملية استمرت معناها أن هناك العمل العسكري سوف يكون عمل ميليشياوي يعني اغتيالات تفجيرات طبعا بالتأكيد الضحية الأول والأخير فيها هو المواطن العراقي لأنه شئنا ما بين شضايا هذه المعارك والصراعات المسلحة سوف تصل إلى المواطنين وإحنا هذا اللي نخشى أن تتصاعد وتيرة النزاعات والصراعات وتدخل إيران على الخط وتصبح العملية أشبه بعبث اللي حدث في اليمن من سيطرة الحوثيين على السلطة لقاليد السلطة في اليمن هذا طبعا أيضا بمحاذير كبيرة الحقيقة زائد الأكبر من هذا أنه إيران ممكن أيضا تقصف يعني بأوامر رغم أنا أقول شيء ملاحظة مهمة جدا نعم الآن الميليشيات حتى ولو إمرتها إيران إيران لو حاولت تخفف من وطيرة الصراع إلا أن هذه الميليشيات لم تعد تحتاج إلى دعم إيراني لأنه قضية الميليشيات أصبحت قضية وجود إذا خسرت سوف لم تقفل إيران حياة هؤلاء زعماء هؤلاء الميليشيات القضية أصبحت قضية حياتهم وموت الدفاع عنهم ليس على بقاءهم ومتيازاتهم بقدر أنه وجودهم بالذات ومستقبلهم ومحاكمة العراقيين لهم إذا سقط غضل النظام برمو طيب دكتور عن زيارة قآني وصل إلى بغداد محاولة أخرى للجمع بين طرفين ميليشيات هل من جديد يحمله قآني هذه المرة بعد أن فشل في المرات الثلاث الماضية؟ لا هو قآني لم يعد تأثيره كما كان قاسم سليماني يعني من ناحية الوصاية الإيرانية أو الحرس الثوري أو فيلق القدس على الميليشيات هذه الحقيقة هناك عوامل كثيرة منها أنا ذكرت أنه التبعية المالية الاقتصادية لأن هذه الميليشيات اكتفت أصبحت هي يعني منابع الثروات التي تسرقها وتنهبها من العراق كثيرة فلذلك عوضت عن الدعم الإيراني السابق القديم بسرقة أموال العراقيين النقطة الثانية أيضا الخلل الذي موجود الصراع الذي موجود حتى داخل الميليشيات لم يعد الآن موضوع سيطرة إيران عليه يعني بالإمكان أنه فعلا يعني تكبح جماح البعض الزعماء الذين يرغبون يتصدون إلى المشهد هذه قضية أيضا ثانية القضية الثالثة أيضا هي تغلغل أيضا الحقيقة الصف الوطني يعني أيضا تشرين ثورة تشرين أثرت تأثير كبير نعم يعني الحقيقة رعبة الشارع الشارع الذي كان يسيطر عليه الميليشيات الآن أخذ طابع آخر يعني لذلك أصبحوا حتى هذه الميليشيات برغبة أو بدون يعني بشكل مباشر أو غير مباشر تحاول استمالة الشارع تهدئة الشارع لصالحها لكنه بالنتيجة أنا أعتقد العملية الآن انفضحت ولم يعد الآن الشارع يأبه لمحاولات كل الكتلة السياسية الآن والعملية السياسية برمتها أصبحت الآن الحقيقة مقرفة مملة الشارع العراقي الآن ينتظر التغيير القادم ليس بإصلاح وليس بترميم وليس بترقيع بوجوه كالحة لا من مجلس النواف ولا من حكومة سؤال الأخير لجنابكم الكريم حبذا تكون الإجابة مختصرة هل تعتقد أن الأمر قد يصل إلى اغتيال زعماء ميليشيات مثلا يصل إلى هذا الأمر إلى هذا الحد ممكن ممكن جدا لأن هنا طلت البسألة بسألة حياة أموت الآن أصبحت يعني مبدأ سياسة كسر العظم بين الأطراف وخصوصها بين مقتدى الصدر والمالكي بالذات لأن هناك ثارات قديمة ومحاولة انتقام وانتقام مضاد هذه القضية الحقيقة فيها تدخل واضح الآن للميليشيات والصراعات لذلك الآن الحذر الكبير يعني قضية تشكيل الحكومة وهي قضية من الآن لأنه ثلاث عوامل لا تتوفر فيها عامل اختيار رئيس الوزراء أشرته بتقريركم عامل تشكيلة الكابير المزاري وعامل برنامج الحكومي لذلك أنا أتوقع حل الإشكال العراقي الأزمة الآن مستحكمة في العراق لا تحل إلا بحكومة الطوارئ حكومة إنقاذ وطني تطيح بكل العملية السياسية التي جلبت الويلات على العراق عبر سكايب الأكاديمي والباحثة سياسية الدكتور حامد الصراب شكرا جزيلا لكم